السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الغاليني ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير تعالوا النهاردة نعمل مع بعض رول اللحمة الاقتصادي او نعمل اللحمة البردة بس بطريقة تانية خالص من غير ما نشتري عرق على بعض ولا حاجة تعالوا نبدأ بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى قليل وصحبه اجمعين عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة فيها نسبة دسم بسيطة جدا وعندي معلقتين من الفيجتار او البقسمات وكمان بضايا وبصلايا متوسطة وقرنفلفل احمر وثلاث فصوص من التوم شايفين هم دي المكونات اللي انا هحطها وهحط كمان معاكو التوابل التوابل اللي عندي الاول هحط معلقة صغيرة من البيكنج بودر وهحط ملح ومعلقة صغيرة من الكبابة الصيني ورشة من البابريكا وكمان حبهان وفلفل اصمر كل ده معلقة صغيرة انا المعلقة اللي عندي صغيرة هجيب بقى الكبه بتاعتي وحط فيها البصلايا البصلايا بتاعت تكون متوسطة وهحط معاها قرنفلفل احمر كده ممكن تحط الفلفل الاحمر البلدي اللي هو الرومي البلدي العادي وممكن تحط فلفل الوان ما يجراش اي حاجة وحطهم في الكبه وضربتهم كويس جدا وبعدين نزلتهم في مصفة بالشكل ده علشان انزل كل الميا اللي فيه انا مش محتاجة الميا اللي في البصر خالص خليها بقى لأي تدبيلة او لو هتسلوقي حاجة او لأي تدبيلة ممكن ان انت تحطيها او لو هتتبلي فراخت مثلا انت شوية او حاجة ممكن ان انت تستخدمي نزلت كل الميا بالشكل ده وهرجعهم بقى الكبه تاني طبعا انا فرمتهم ناعم ولسه هنعمهم كمان مع اللحمة هحطهم في الكبه تاني وبعدين احط كمية اللحمة اللي عندي هحطها جزء جزء علشان مكترش على الكبه علشان تمشي معي كويس بالشكل ده هحط كمية اللحمة دي وبعدين هضربهم بقى في الكبه ضربة كويسة مع بعض تاني طبعا اللحمة لما بنضربها في الكبه كتير والكلام ده بيطلع منها خيوت كده وهو ده المطلوب هحط بقى التوابل كلها اللي انا قلتلكو عليها وهنزل بكمية اللحمة اللي بقية وهضربهم كمان ضربة وانعمهم مع بعض كويس جدا لحد ما اطلع الانسجة بتاعتها بالشكل ده لو وصلت معي لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة يعني اشتراك وكمان فعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد حطيت البداية وهقلب كويس جدا وبعدين احط بقى سواء هتحط بقصمات او هتحط فيجتار اه لازم تحطيه بعد ما تحط البدو تقلبيه علشان تشوفي القوام بتاعك هيحتاج ان انت تحطي حاجة تمسكها ولا الكمية دي كويسة عليها ومش هتحتاج ان انت تحطي كمية كبيرة انا بالضبط استخدمت معلقتين من الفيجتار او معلقتين من البقصمات مش اكتر من كده جبت بقى كيس حراري وفتحته بالشكل ده وهسويها النهاردة معاكو في الكيس الحراري ممكن ان انت تسويها في الكيس الحراري بالطريقة اللي انا هعملها وممكن الطريقة التانية ان انت تلف فيها في الكيس الحراري وتحطيها في الفرن لمدة ساعة ونصف او ساعتين حسب حجم الرول اللي عندك وتحطيها في صانية بعد ما تكوني قفلتها كويس جدا في الكيس الحراري والورق الفايل وبعدين تحطيها في صانية ما فيهاش اي حاجة ولا مية ولا حاجة وبعدين تحطيها في الفرن وتعب بقى ساعة ونصف ساعتين وبعدين تطلعيها تبرد تماما وبعدين تقطعيها انا هنا هسويها بطريقة مختلفة هرفها زي ما انتو شايفين كده في الورق اللي هو في الكيس الحراري بالشكل ده وعايزة احافظ على شكلها ان هي تبقى شكلها استواني كده علشان لما اجي قطعها تبقى مدورة وشكلها كويس زي ما انتو شفتوها في اول الفيديو بالشكل ده هضغطها كويس وهحاول ان انا اخلي شكلها استواني وبعدين هقفل الكيس بتاعي من الناحية دي ومن الناحية دي وضروري تطلعي الهوى اللي في الكيس وانتي بتلف فيها كده وبعدين اتحكمي بقى في شكلها لما تقفلي الكيس بالشكل ده هقفلها من الناحية دي ومن الناحية دي كويس جدا وبعدين هربط الاكياس شايفين انا بلفها ازاي علشان احافظ على شكلها طبعا ما تنسيش تحملي لايك للفيديو سبسكرايب للقناة يعني اشتراك وفعالي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد وشكرا على كل كومنتاتكم الحلوة وعلى كلامكم الجميل اللي بيشجعني وبيخليني استمر زي ما انتو شايفين كده ربطتها بقى كمان وبعدين هجيب كيس حراري انا حطيتها في كيس حراري وبعدين طلعتها وحطيتها في كيس تلاجة وبعدين حطيتها في الكيس الحراري التاني اه الخطوة دي ما جاتش قدامكم انا حطيتها هنا في الكيس الحراري وبعدين طلعتها وحطيتها في كس تلجة علشان اضمن ان ما يخش لهاش مية خالص بالشكل ده سخنت بقى مية غلتها ومحطتش فيها اي حاجة لان انا مش محتاجها في حاجة وهي مش هتطول اللحمة بتاعتي فبالشكل ده حطيتها وهسيبها بقى على النار لما تغلي اللحمة هنا نزلت الدهون اللي فيها وطلع عرحتها تحفة جدا وكمان طعمها كان جميل جدا بالشكل ده هطلعها بقى وضروري ان انت تسيبيها تبرد خالص خالص وبعدين تشتغلي فيها يعني ممكن ان انت تحطيها في الفريزر تقعد مثلا ساعتين تلاتة وبعدين طلعيها ايه اطعيها انا طبعا هنا هي لونها يعني محتاجة ان هي تاخد لون فانا طلعتها بردت بالشكل اللي انتو شايفينه ده بردت تماما وبعدين ايه حطيت بقى قطعة من الزبدة كده في طوصة وبعدين حمرتها وبقيت اقلبها النحية دي والنحية دي لحد ما بقى لونها بالشكل ده وبعدين هسيبها لما تبرد خالص انا كنت مستعجلة عليها ما بردتش تماما ايه فقطعتها والحمد لله يعني قدرت حافظ على شكلها بس سيبيها لما تبرد تماما علشان ايه تعرفت قطعيها وتبقى معاكي كويسة جدا وطلع شكلها منتظم ايه بالشكل اللي انتو شايفينه ده الفلفل كمان مديها لون حلو وطعم حلو طبعا ما تنسيش اللايك وسبسكرايب للقناة وفعالي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد شايفين قطعتها بالشكل ده والكمية بتاعتها حلوة جدا طلع طعمها حلو طبعا فيها التوابل بتاعتها وطعمها ورحتها حلوة جدا وحاجة شكلها كويس تبقى على صفرتك وقدمتها بقى مع مكارونا ممكن ان انت تقدميها مع روز بسمتي او روز مصري عادي تعملي الروز الاصفر بتاعنا او تعملي مكارونا انا فضلت ان انا اعملها بصراحة مع مكارونا صوص خفيف وكمان حط على صوص بتاعها معلقة من المايونيز فكانت المكارونا طعمها حلو جدا وكمان الرول بتاع اللحمة طعمه حلو جدا اتمنى ان انتو تعملوه وتجربوه ويعجبكو وقلولي رأيكم في الكومنتات على فكرة انا شلت من النص كيلو شلت منه جزء اللي هو عملته الكور الصغيرة دي علشان خاطر ازيم بيه الطبق بتاعنا زي ما انتو شايفين كده اتمنى ان هو يعجبكو واسمع رأيكم في الكومنتات واشوفوا الشوكم بخير في فيديو جديد كنت معاكم من قناتي ومطبخي منشس دي اشوفوا الشوكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة